اليوم موضوعنا موضوع ممتع لو انت شخص عندك اهتمام بريادة الاعمال بتطمح انك يكون عندك بيوم الايام مشروعك الخاص كمدرب او كرائد اعمال او كمؤثر او ككوتش كمستشار في هاي المجالات المعرفية الممتعة لليوم حياتنا صارت تقريبا يعني هي معظم التقدم ومعظم التطور عم بصير في هاي المجالات اللي احنا محتاجين ناس اكثر فيها ناس يتشجعوا اكثر انهم يقدموا لنا روعتهم فلو انت وانا ده هاي دايما بحكيها انا شخصيا عندي قناعة تامة انه كل واحد فينا ايجا على هالحياة وعنده رسالة في عندك رسالة يمكن انت مش عارفها او يمكن مش عارف انه عندك رسالة لكن كل حدا فينا ايجا هالعالم وعنده رسالة في العمق في عندك رسالة وغاية من وجودك في هذا العالم وجزء من تجربتك الحياتية في هذا العالم انك انت تشارك رسالتك تكتشفها اولا وتشارك رسالتك وشغفك مع الناس هذا المجال أنا بنفس بإلي المجال الشغف مجال التدريب مجال الكوتشينج مجال هذا دخلته من سنوات طويلة وأنا شغوف جدا فيه لأنه فعلا بحس أنه بساعدني أوصل رسالتي لعدد كبير من الأشخاص اللي ممكن يستفيدوا من الأشياء اللي بقدمها فلو أنت مهتم بهذا المجال تابعنا يعني مجموعة نصائح من تجربتي الشخصية هيك أحبيت كل موضوع عفوي لأنه بعرف في كثير كوتشيز بيتابعوني في كثير مدربين في كثير مؤثرين بيتابعوني واليوم أكثر من أي وقت مضى في فرصة كبيرة جدا لنا جميعا أنه إحنا أوش نتميز نستثمر هذه الفرصة الرائعة نوصل لعدد أكبر من الأشخاص نحقق دخل مصدر مادي أو مصدر دخل من هذا الموضوع اللي بيتيح إلنا وبيأهلنا أنه إحنا نوصل لعدد أكبر وأكبر من الناس وإن شاء الله في نهاية البث يعني رح يكون في عنا مجال لمجموعة من الأسئلة بس هيك يعني استطلاع رأيي سريع مين فيكم بيطمح أنه يكون مدرب أو مؤثر أو كوتش مين عنده هذا الشغف؟ مين عنده هذا الطموح؟ هاي شيلان رفعت إيدها إيهاب تمام اللي بيسأل عن نصائح التوجيهي على قناتي في اليوتيوب سائد يونس المذاكرة والاختبارات رح تلاقوا كثير فيديوهات عن هذا الموضوع طيب تمام جميل جميل جدا تعرفوا أنا دخلت هذا المجال مجال التدريب مجال الكوتشنج مجال التدريب الاحترافي من عشر سنوات تقريبا وكان يعني بدأت من عشر سنوات لكن الانطلاقة الفعلية أنا بعتبرها من ثمن سنوات يعني سنين طويلة في هذا المجال جربت التدريب العادي الكوتشنج تدريب مجموعات صغيرة تدريب شخص واحد one on one مجموعات كبيرة عملت محاضرات جماهرية على مسارح ضخمة عملت دورات online يعني جربت كل مجالات التدريب واليوم بحكي لك فعلا إذا أنت عندك شغف وبدك تشاركه أنت اليوم عليك مسؤولية أنك تسوق وتتعلم كيف تسوق لنفسك التسويق لنفسك مش عيب التسويق لنفسك هو الوسيلة التي توتيح لك الوصول للأشخاص اللي ممكن يستفيدوا من تجربتك يستفيدوا منك فإنت عليك واجب أنك تسوق لنفسك واللي بيتجهل الموضوع بيعتبر أنه لا أنا مش مهتم بالتسويق اسمح لي أعطيك هذا الخبر أنه حياتك كلها عبارة عن تسويق حياتك كلها من اليوم الأول أنت بتسوق نفسك يعني حتى البيبي لما يكون يبكي عشان ينادي والدته هو يسوق لنفسه كيف يسوق لنفسه؟ أنه بيعلي صوته بيخليهم يعرفون أنه أنا موجود أنا هيني أنا هاي شخصيتي لما يلعبوا معهم بيضحك لهم بيعطيهم هذه اللمسة الساتسفاكشن هذا الرضا للأهل آه أوكي أنا لعبوا معي دلعوني زي ما بدي خدوا ضحك بس اتركوني خدوا عيات وبوكة ومشاكل بعدين إحنا بنكبر بدك تروح على المدرسة بدك تعرف على أصدقاء جدد هذا تسويق لنفسك أنك أنت تكون محبوب من الأشخاص الآخرين بتطلع على الجامعة بدك تختار تخصصك بدك تروح على سوق العمل بدك تقدم السي في تقديم السي في هو عبارة عن تسويق لنفسك بعدين بدك تتقدم لشريكة الحياة أو يتقدم لك شريك الحياة وهذا كله عبارة عن تسويق لأنفسنا فاللي بيضحك عليك بيقولك أنا ما درست تسويق فمش مجالي تسويق يقولوا لا إحنا حياتنا كلها مبنية على التسويق لأنك أنت إذا ما كنت بارع في التسويق أيا كان مجالك شو ما كان مجالك علم نفس هندسة طب شو ما كان مجالك التسويق عنصر أساسي فعشانك إحنا لازم نتعلم معي شباب لغاية الآن مقتنعين بأهمية التسويق كلياتنا لازم نهتم بهذا الموضوع كلياتنا لازم نركز على هذا الجانب الرائع وبدل ما ندخل بالتعريفات لأن الواحد لما يقول لك أن تتعلم تسويق بيروح بصير يقرأ كتب قديمة كتب الماركتنج القديمة اللي ما بتفيد تقريبا المعلومات كلها اللي فيها صارت outdated صارت برا الزمن والتاريخ التسويق تعريفه ببساطة من اسمه تسويق كلمة تسويق تسويق على وزن تفعيل باللغة العربية من سوق أنك أنت تخرج البضاعة وتضاعها في السوق فأنت تعرض ما لديك أنت تعرض أفضل ما لديك عشان تجذب الأشخاص اللي هم محتمل أنهم يشتروا هاي البضاعة ممكن شراء البضاعة هو شراء فعلي ممكن شراء البضاعة أنه تقنع مديرك في الشغل ووظفك أو تقنع شركة الحياة أنها تقبل تمام؟ طيب جميل نصائح سريعة لأي حدا عشان أنت تتعلم كيف تسوق لنفسك حتى تسوق لنفسك صح أول وأهم شيء لازم أنت تكون متصالح مع ذاتك لو أنت مش متصالح مع نفسك لو أنت مش مقتنع بنفسك ما رح تقدر تقنع الناس فيك مقتنع بنفسك لا يعني أنه أنت تكون خالي من العيوب تماما بالعكس ممكن تكون عندنا عيوب كثير وكل بشر ما في حدا فينا كامل لكن أنا مقتنع بنفسي بإيجابياتها وبسلبياتها عارف شو عندي نقاط ضعف بشتغل على تحسينها وعارف شو في عندي نقاط قوة بشتغل على إبرازها وتطويرها هذه الخطوة مهمة جدا عشان تقدر تقنع الناس بهذا المنتج اللي هو أنت تماما أي حدا كوتش أي حدا مدرب أي حدا بديدخل في هذا المجال المعرفي نصيحة مهمة جدا بدي أعطيكم إياها لأنه ما عندك منتج يعني إحنا في التدريب إيش ما هو المنتج ما في منتج أقصد إيش ملموس إحنا بنمسكه ببيع كياب تلمسه بتوزنه ما في منتج هي المنتجات المعرفية أفكار ومفاهيم حتى الدورة التدريبية إيش هي الدورة التدريبية ما في منتج ملموس فلذلك أنت المنتج أنت العلامة التجارية وهذه النصيحة الإضافية أيضا أنك أنت تشتغل على صناعة نفسك كعلامة تجارية تكون أنت العلامة التجارية تكون أنت البراند لأنه ما في منتج ملموس فأنت حتكون البراند أمبسدر أو سفير هذه العلامة التجارية اللي هي علامتك الشخصية الذاتية فهاي نقطة مهمة جدا أنا كاتب عندي شوية ملاحظات يعني عشان ما نتشاعب كثير اللي عنده أسئلة خليلنا إياها كلام في النهاية يعني أنا للأسف ما رح أقدر أتطلع على التشات الآن طيب أنت العلامة التجارية كيف أنا بدي أكون العلامة التجارية سائد بدك تكون out there مثل ما بيحكوا بالانجليزي بدك تكون في العالم موجود تشارك شارك أفكارك شارك خبراتك شارك تجاربك اللي إحنا بنعمله الآن في إنستجرام في اليوتيوب هاي الأشياء أنت بدك تتشجع بدك تظهر في العالم بدك تقدم أشياء عندك أنت ممكن مش خبير في مجال معين أ seafood continues شارك رحلة تعلمش شارك الأشياء اللي بتتعلمها خلي الناس يعرفوا أنه فيه فلان الفلاني موجود في هذا العالم في هذا الشخص هنا موجود خلي الناس يعرفوا أنه أنت هذا مجالك لو أنت كوتش لو أنت مدرب دايما خلي الناس يعرف خلي الاصدقاء يعرفوا أنه أنا أولهم يا جماعة أنا هذا مجالي مثلا أنا كوتش وفي أي وقت حدا بتعرفوا حدا بيحتاج مساعدة في جانب كذا فكروا فيه أنا بساعد أنا هنا أنا موجود أنا بعمل هيك هذا مجالي خلي الناس يعرفوا عنك خلي الخبر ينتشر خلي الفكرة تنتشر ما تكون أنت متقوقع على نفسك كون العلامة التجارية خلي الخبر ينتشر ونصيحة كثير مهمة مهم جداً هيتركز عليها هاي نصيحة أساسية عشان أنت تسوق لنفسك كمدرب أو ككوتش وهي أنك تبني لنفسك بورتفوليو لو أنا بحكي مع ديزاينر مع مصمم سهل بتجيب الفوتوشوب بتعمل أكم من رسمي أكم من ديزاين وبتشتغل أكم من ديزاين وبصير عندك بورتفوليو محفظة أعمال طيب كمدرب ككوتش ما هي محفظة الأعمال اللي أنا ممكن تكون موجودة عندي بدك تقدم دورات ممكن في البداية تعمل أشياء مجانية محاضرات مجانية دورات مجانية تساعد أصدقائك ببلاش معلش في البداية بدك شوي شوي أنت تبني السمعة وتبني الاسم على بين ما يصيروا الناس يعرفوك على بين ما يصير أنت قادر أنك عندك نتائج ليش أنا بقدم فري ليش أنا ممكن أساعد أشخاص مجانا على أمل أني أخذ منهم أراء إيجابية تجاه التدريب تبعي تجاه الموضوع اللي أنا بحكي فيه تجاه الخبرة اللي عندي في المجال المعين تجاه قدرتي في الكوتشنج قدرتي في التدريب فبدك أنت تبني محفظة أعمال تبني بطريقة أنك أنت تقدم أشياء كثير في البداية على بين ما تكتشف صوتك الحقيقي على بين ما تلاقي نفسك بعدين ممكن تصير تروج لنفسك بشكل professional أكثر لكن بدون محفظة الأعمال ما رح يكون عندك مجال أنك تتميز أو تبرز والناس ما رح يعرفوا أنت إيش بتعمل فهاي كمان نقطة مهمة والنقطة أيضا مهمة جدا بدنا نضيفها كمان هي لا تخجل من طلب المساعدة لا تخجل من طلب المساعدة لا تخجل أنك تسوق لنفسك لا تخجل أنك تطلب المال مقابل خدمة أو منتج أنت بتقدمه إحنا هاي من أكبر التحديات اللي بتواجه الكوتشز وأنا متفهم جدا لهذا الموضوع أنا مريت بهذه التجربة أيضا كثير ناس ما بيقدر المعلومة إحنا الناس تعودوا على الكتب المسروقة أي شي معلومة يلا فري ما مندفع على المعلومة في ناس هيك بس أيضا في ناس بتقدر أنت مهمتك توصل للناس اللي بيقدره الناس اللي محتاجين الشي اللي أنت بتقدمه فما تستحي أنك تطلب تطلب أجر مقابل عملك تطلب المال مقابل خدمة أنت بتقدمها الكوتشنج الاستشارة اللي بتقدمها هذا وقتك هذا الوقت ممكن أنت تقضي مع أهلك ومع عيلتك يعني أنا ليش تارك أولادي مثلا وجاي أقعد معك ساعة أوكي أنا هدفي ورسالتي سامية في الخير لكن عشان أقدر أحافظ على هذه الرسالة أطول مدة ممكن لازم يكون في عندي مصدر دخل أقدر تساستين أني أحافظ على استمرارية هذه الرسالة مستمرة ولأنه كثير ناس بيدخل الموضوع بيقولك أنا بدي أقدم كل شي فري بعد فترة بينقطع نفسه خلاص ما بيكون عنده قدرة أنه يستمر لا نفسيا ولا ماديا فتذهب الرسالة يعني لو أنت عندك شغف ورسالة ما حتقدر تفيد فيها حدا وأتوقع اللي دخل الكوتشينج أو اللي بيقدم شي بهذا الموضوع في الكوتشينج أو في الترينينج فاهم عن إيش منحكي أهلا بالجميع يعني أعذروني الأسئلة كثير في أسئلة ما شاء الله في ناس بسألوا عن الشهادات طيب أنا هاي الفكرة يعني بحب أتطرق لها وحتى بنشرحها بالتفصيل عندنا برنامج أدفاس بأكاديمية سيد يونس اسمه منهج كسب المال منهج كسب المال هو فعلا برنامج بيعلم الشخص كيف يكتشف شغفه وخبرته ويحوله لمشروع مشروع ممكن مشروع تدريب أونلاين ممكن مشروع استشارات أو حتى مشروع عادي فهو برنامج ريادة أعمال لأصحاب الخبرات والشغف والمهارات وبمنهج كسب المال منركز على هذا الموضوع أنه أنت أكبر شهادة بالنسبة إلك هي آراء العملاء اللي تعاملوا معك يعني أنا الآن تخيل معلق خمسمية شهادة وراي ومن الجامعة من هارفورد ومن ستانفورد ومن كل الجامعات اللي في العالم والاعتمادات اللي في العالم لكن مش عارف أحكي كلمتين على بعض ومش عارف أقدم معلومة ومش عارف أفيد الشخص ومش عارف أتعامل مع شخص أدرب شخص مش عارف أعمل كوتشنج طب إيش الفائدة من كل الشهادات اللي أنا أحاطها؟ ألا أنا ما بحكي أنها مش مهمة لا هي مهمة لكن الأهم أنت الأهم الإشي اللي أنت عم بتقدمه والأهم من الشهادات ومن الإشي اللي بتقدمه النتيجة اللي أنت بتساعد العملاء يحصلوا عليها سواء في تدريب في كوتشنج في استشارة إيش مكان الإشي اللي أنت بتعمله النتيجة هاي هي شهادتك يعني تخيل أنت بتعرف عن شخص هذا الشخص هو top number one في العالم في مجال معين بيهمك أنه عنده شهادة ولا لا افرض عرفت أنه ما معه حتى ثانوية عامة لكنه هو number one في العالم بمجاله أكيد ما حتهمك الشهادة لأنك أنت بدك النتيجة إلا طبعا إذا أنت في مجال قانونا ملزم يكون في عندك license رخصة مثل مجال الطبي مجال ممارسة القانون والقضاء وهي المجالات يعني أكيد إحنا هاي المواضيع مفهومة أوكي؟ إحنا فاهمين هذا المواضيع لكن معظم الأشياء اللي أنت بتقدمها المهارات الحياتية الاستشارات الأشياء اللي بتمس حياتنا وإحنا بحاجة إلها الناس بحاجة إلها أنت مش محتاج شهادة بقدر ما أنت محتاج يكون عندك الشجاعة إنك تنطلق في العالم وتشارك هاي الرسالة وتشارك هذا الشغف اللي عندك تمام شباب؟ يعني أنا بتمنى بهالفيديوهات اللي بنعملها لو حدا مهتم إنه عنده حاسس عنده رسالة الآن فرصتك بهاي السنة فرصتك إنك تنطلق تشارك رسالتك وشارك شغفك مع العالم خلي الناس يعرفوا إنه فلان الفلاني موجود إنه فلان الفلاني مبدع بهذا المجال بالأول حتكون صعب الأمور بداية متفهم أنا جدا لهذا الموضوع وأنا لما بلشت يعني يمكن من ثمان سنوات أو تسع سنوات لما بدأت ما كانت السوشال ميديا منتشرة بهذه الطريقة وكان الواحد لازم يروح يبعث يصير يبعث سيفيات لمراكز التدريب وتبلش مع مراكز التدريب وتقدم عروض تدريبية وبروبوزلز لدورات ومحاور وتشتغل على الدورة وبعدين المركز التدريب يقول لك مع السلامة لغينا الدورة أخذنا الدورة كثير كانت تواجهنا تحديات ويمكن هذا اللي خلاني أحول من التدريب مع الجهات إلى التدريب الشخصي أنا نفسي أبني اسمي وأبني علامتي التجارية وبنيت أكاديمية سيد يونس أونلاين منقدم فيها الدورات عشان أختصر حلقة الوسيط ما بيني وما بين العميل أو ما بيني وبين المتابع عشان نوصل بالفائدة مباشرة وهذا اليوم سهل علينا كلنا قبل ثمان سنين ما كان بهذه السهولة كان صعب جدا وقعت سنوات وأنا أحاول أكتشف الطريقة اللي ممكن أوصل فيها لهذا الموضوع فهذا الشغف اللي عندك لا تخلي الوقت مر بدون ما أنت تقدم فعلا قيمة وفائدة ولو أنت اليوم مهتم أنك تحديدا مهتم في موضوع التدريب والكوتشنغ وتعرف كيف أنت تعمل بيزنس أونلاين من التدريب والكوتشنغ يعني يمكن في عنا محاضرة موجودة فري على الانترنت بتقدر تتابعها هي محاضرة مسجلة موجودة والرابط هو saedclass.com س-a-e-d-c-l-a-s-s.com يريد أرجو أنه حدا يكتب لنا الرابط saedclass.com هنا في محاضرة مجانية لأي حدا مهتم عنده شغف بالترينيغ والكوتشنغ والاستشارات وحاب يعرف كيف بده يبني البزنس أونلاين بهذا الموضوع يعني أبعرف الموضوع يمكن مهم لبعضكم مش مهم للآخرين إذا مش مهم إلك الموضوع يعني بإمكانك تتجاوز هذا البث وتنتظرنا في المرات القادمة لكن أبعرف الرسالة كثير ناس مهتمين فيها لأنه أجاني تواصل كثير بيسألوني عن هذا الموضوع إنه أنا بدي أبدأ أنا عندي شغف أنا عندي طموح أكون مؤثر طموح أكون شخص ناجح مدرب ناجح كوتش أساعد الناس أنه عندي شغف أني أساعد الناس بس مهم عشان تفهم كيف أنت تساعد الناس تقدر تساعد نفسك بالأول فلا تنسى إذا أنت بدك تكون مدرب وتدرب الناس وتبيعهم دورات بيسوى في البداية أنت تشتري دورات أنت تستثمر في نفسك تتعلم الأشياء اللي ناقصيتك وتدفع على حالك عشان لما أنت تيجي تطلب من حدا يدفع على دورة تكون أنت هذا الشخص يعني أنا من الناس اللي شهريا بدفع آلاف لغاية الآن يعني لازلت آلاف عندي على الآيباد عندي على الموبايل على الكمبيوتر دائما فيه عندي دورات أنا مشترك فيها وبرامج تدريبية وكتب بدفع آلاف على نفسي بالشهر لأنني بحب أستثمر بنفسي هذا شغفي ما بدفع عشان بصير أفكر أن أوكي بدي أجيب مصاري من هذا الموضوع لا البزنس ماشي الحمد لله والدخل ماشي من هذا الموضوع لكن هذا شغفي بالنهاية هذا الأشياء أنا بحب أعمله فعشان هيك قدرت أني أستمر فيه طول هاي السنوات مع أنه ناس بلشت قبلي واختفت لأنه ما كان عنده نفس طويل وما كان عنده الفكر الريادي هذا أنه هو يدخل موضوع ويتعامل معه كهواية وكبزنس وكشغف بنفس الوقت طيب نشوف بعض الأسئلة لو في عندكم بعض الأسئلة يا ريت نشوف ناخد كم من سؤال معنا شكراً لكل التعليقات الجميلة ولكل الأفكار الجميلة اللي بتشاركوها معنا طيب أحمد عنده سؤال جميل اللي بيقول دكتور لأنه اهتيت طبعاً أنا مش دكتوري يعني بس عشان أنا وعمري ما حكيت عن حالي دكتور دكتور ممكن أنه عنده اهتمامات معينة وخبرتنا فيها جيدة لكن مش متعمقين صح وخبرة كاملة ومعلومات كاملة نقدمها للناس جميل جداً أحمد وأنا متفهم يعني هذا الموضوع فعلاً خلينا نشرب شوية مي أي حدا فينا ممكن يشعر بهذه الطريقة لو أنت ما عندك خبرة في السابق بتشعر أنه أنا ما بقدر كيف أدرب الناس وأنا ما عندي خبرة أنا ما بحكي لك أنك أنت ما تكون عندك خبرة زيرو خبرة بس أنت اليوم شو ما كان موقعك في الحياة يا أحمد والحكي للجميع طبعاً أنت عندك خبرة أكثر من حدا ثاني والمثال اللي بحب أعطيه دايماً مثلاً طلاب الجامعة طلاب الطب على سبيل المثال بتلاحظ أنه طلاب الطب في السنة الثانية بيعطوا كورسز دورات وبيدرسوا طلاب السنة الأولى في بعض المواد صح ولا لا اللي معانا بالطب صحيح للمعلومة هاي وفي كثير تخصصات فأنت محتاج تعرف خطوة إضافية خطوتين إضافيات عن الشخص اللي أنت بدك تساعده يعني لو أنت طالب سنة ثانية بإمكانك تساعد طلاب السنة الأولى صح ولا لا لو أنت طالب خريج من الجامعة بإمكانك تساعد كل السنوات طلاب كل السنوات بإمكانك تعطيهم دروس تقوية دورات بغض النظر يعني تساعدهم بالتقديم للوظائف لاحظ أفكار كلها أفكار بزنس هاي الباطيكيها يعني أنت لو تأخذ أي فكرة منها بإمكانك تعمل عليها بزنس فهي الفكرة أنت مش محتاج الخبرة لأنك تكون خاتم العلم ويكون معك دكتوراه وتكون عمرك سبعين سنة عشان تساعد الناس لا بلا بالعكس أنت اليوم محتاج تبلش ساعد حدا محتاج مساعدتك لا تفكر بالستة سبعة مليار بني آدم موجودين على كل أفضل لا يمكن في مئة شخص محتاجين العلم اللي عندك محتاجين المعلوم اللي عندك هدول هم الزباين اللي عندك تبلش منهم قل لي أي دورة مع مدربين أقدر أدخل دورة تكون تختصر للوقت وتعطيني معلومات إيش مجال الدورة لو دورة في مجال هذا المجال كيف تكون مدرب محترف وكوتش وتعمل بزنس من التدريب فأدخلي على الرابط اللي أعطيتكم إياه احضروا المحاضرة المجانية على سائد كلاس دوت كوم هاي المحاضرة المجانية فيه بنهايتها أوفر لدورة متقدمة لو أنت حسيت حالك مهتم اشترك بالدورة المتقدمة لو مش مهتم مجرد هاي المحاضرة المجانية لحالها رح تعطيك الأدوات والأفكار اللي تقدر تبدأ اليوم تعمل هذا الموضوع تحوله من مجرد فكرة أو شغف إلى بزنس حقيقي ما هي المهارات الأساسية لكي تصبح مدرب المهارة الأساسية الأولى والأهم والأهم من المهارة عشان تكون مدرب أنك أنت تكون قادر تحل مشكلة محددة لشريحة محددة من الناس أعطيك مثال يعني أنا عندي مثلا في منهج كسب المال عندنا في الأكاديمية الدورة المتقدمة منهج كسب المال منهج كسب المال برنامج محدد يساعد شريحة محددة بحل مشكلة محددة إيش هي المشكلة؟ أنه أنا عندي شغف ومش عارف أحاوله لبزنس فهي الشريحة شريحة مدربين مهتمين بالتدريب بالكوتشنج مهتم بريات الأعمال هاي فئة محددة من الناس عندهم مشكلة محددة أنه هو حاب يبدأ بس مش عارف كيف يحول الموضوع لبزنس وهذه الدورة بتساعده أنه يحول الموضوع لبزنس فأنا بحل المشكلة محددة لشريحة محددة بالبروداكت اللي هو هذا المنهج فهاي هي مش مهارة هذا شيء عندك أنت بتقدمه فكر أنت شو المشكلة ممكن تحلها؟ يعني الموضوع مش محتاجة أنت تكون مشكلة عظيمة جدا مشكلة عويصة ممكن أشياء بسيطة أنت تقدمها كخدمة للأشخاص هاي الخدمة تتحول بعدين إلى دورة تدريبية أنا أعطيتكم مثال مثال عملي جدا طلاب الجامعة اللي تخرجوا محتاجين وظائف طب لو لقوا شخص بيقدر يعملهم السي في ساعدهم يعملوا السي في عفوا السيرة الذاتية ويدربهم كيف يتجاوزوا مقابلة العمل طب هذا منتج وهي شريحة محددة وهذا منتج محدد والنتيجة والمشكلة محددة فأنت خلاص لو عندك الحل لهذه المشكلة وقدرت تعمله ممكن تعمله دورة تدريبية ممكن تعمله كتاب ممكن تعمله دورة أونلاين ممكن تعمله برنامج كوتشينج كثير ممكن تعمل منه أشياء فهذا بيصفي بالنسبة إليك أهم من أي مهارة أخرى ممكن تكون عندك كمدرب لا محتاج مهارات حديثة أمام الجمهور ولا أدوات ولا ألعاب ولا أي شيء سيمبل أمور بسيطة لمن يريد أن يبدأ وينجح كيف بخرج من الكمفورت زون منجرب أشياء جديدة عشان نخرج من الكمفورت زون منجرب أشياء جديدة إحنا مش متعودين عليها منروح أماكن جديدة متعرف على ناس جداد هيك بصير عندنا الموضوع سهل أكثر يريد للأصدقاء اللي حدا يحط لنا الرابط اكتبوا لي أنا مش رح أعرف أكتبوا الآن في الشات سائدكلاس.com S-A-E-D-C-L-A-S-S سائد